استنكرت الحكومة بشدة الجريمة النكراء التي راح ضحيتها صباح اليوم الكاتب الصحفي ناهد حتر مؤكدة انها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول استغلالها لاغراض بث خطاب الكراهية جريمة مقتل حتر لقت كذلك استنكارا واسعا من قبل عدد من الجهات الرسمية والحزبية والنقابية ومؤسسات المجتمع المدني التقرير التالي يطلعن على ابرز ردود الفعل تجاه الحادثة اولى ردود الفعل الشاجبة لحادثة مقتل الكاتب الصحفي ناهد حتر كانت من الحكومة التي استنكرت على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني هذه الجريمة النكراء المومني اكد ان ثقة بالقضاء الاردني وباجهزتنا الامنية عالية في متابعة ومحاسبة من اقترف هذه الجريمة النكراء مشددا على ان اليد التي امتدت الى الكاتب حتى رأسة القصاص العادل حتى تكون عبرة لغيرها كما اكد المومني على ان القانون سيطبق بحزم على من قام بهذا العمل الاثم وان الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من يستغل هذه الجريمة لبث خطاب الكراهية الطارئ على مجتمعنا حزب جبهة العمل الاسلامي استنكر كذلك حادثة القتل مؤكدا رفضه تجاوز القانون واخذ دور المؤسسات القضائية والامنية في وقت حذر فيه من ان يكون هذا الحادث بداية لفتنة طائفية مجلس الاعيان عبر في بيان اصدره اليوم عن ادانته الشديدة لمثل هذه الاعمال البشعة والتصرفات المستهجنة والغريبة على المجتمع الاردني مطالبا الجهات المعنية بتطبيق القانون بحزم وقوة على كل من يحاول العبث بامن واستقرار الاردن كما طالب كافة فئات المجتمع بعدم الانجرار الى محاولات العبث بوحدة الاردنيين وعيشهم المشترك دائرة الافتاء استنكرت كذلك مقتل حتار واكدت ان الدين الاسلامي بريء من هذه الجريمة البشعة كما دعت ابناء المجتمع الاردني جميعا باختلاف اديانهم واطيافهم الى الوقوف صفا واحدا خلف قيادتهم الهاشمية ضد الارهاب ومثيري الفتنة حزب الوسط الاسلامي واقتلاف تنسيقية الاحزاب الوسطية وانقابة الصحفيين والتحالف الوطني للاصلاح وحزب الحركة القومية وغير ذلك من مؤسسات المجتمع المدني استنكروا هذه الحادثة معتبرين اياها غريبة عن المجتمع الاردني كما اعربوا عن ثقتهم بالقضاء العادل